طبعاً دي لقطات بعد المباراة لا لقطات مغادرة النادي الاهلي للنيجر طبعاً نتمنى ليهم السلامة وصلوا بالسلامة بإذن الله وده طبعاً لايف ده حالاً لايف لعبة النادي الاهلي بتغادر المطار في طريق العودة إن شاء الله لمطار القاهرة بالتأكيد يعني النتيجة باين على وجوه بعض اللعبين لكن أنا أتمنى أن اللعبين يعني يوصل لهم فكرة أن أنت لازم دايماً شخصية النادي الاهلي تكون في اعتبارك ما ينفعش أن أنا أتراجع بعد هدف أتمنى ده يوصل للجهاز الفني لأن بالتأكيد اللعيبة مش هتتراجع غير بتعليمات من الجهاز الفني فكرة أن أنت أقدم بهدف وتفكر أن أنت هتطلع فايز بالمبراء أعتقد المفترض مستر بيتسو مستماني قال تعلمت الدرس بعد نهاية الدوري وهو ده كان أحد أهم العيوب اللي كانت موجودة في الدوري إن احنا كنا بنجيب هدف ونفضل متراجعين بالتأكيد اللعيبة أكيد أنا عايز أخذ من الصورة أتأكد على النقطة التعلمة الدرس دي حصلت معنا في الدوري أكتر من مرة وكنا متقدمين 1-0 وتراجعنا في مباريات كثيرة جدا في ديئة 86 لحد ديئة 93 بنستقبل هدف التعادل أتمنى أننا المباراة دي تكون بقى تأكيد على الدرس بس لازم تتعلم هذا الدرس من صورة طاهر يعني طاهر وهاني تحديدا التركيز في القرار القرار الدفاعي والقرار الهجومي طاهر في مواقف كثير جدا القرار الأنسف في اللعبة هو إيه وتوقيت القرار أعتقد طاهر كإمكانيات قبل انضمامه للنادي الأهلي كانت إمكانيات مباشرة ونقدر نرجع لوقتها كان من طبعنا عن الصفقة إيه ولكن طاهر مع النادي الأهلي محتاج يركز في القرار القرار إمتى يكون هو المناسب إمتى يقدر يشوت إمتى يقدر يمرر إمتى يفكر في الحل الفردي كمان محمد هاني القرارات الدفاعية والتدخلات والاتحامات واحد على واحد في الهواء فكرة أننا لازم أطور مننا بأبول وينر في أوقات كتير جدا لازم ألعب على أننا أقدر أخذ الكورة لأن كتير جدا في طرق اللعب الحديثة خصوصا أننا بنلعب بربعة الفول باك بيدخل يغطي التقتال العكسية أو بيدم للقلب مع ترحيل الفول باك العكسي ليه فيمكن دي محتاجة بشغل والمدير الفني دوره أنه يرجع يراجع التفاصيل دي ويشتغل عليها بشكل جيد بحيث نشوفها منعكسة في نتائج